المطبخ تونسي مماما ألفا مرحبا بكم اني سيلكول اليوم شعر مبعدنا ووصف القيطة على الترديد وعجبتني عن الأخر حبيت نجربها حبيت نعمل الفخادة جيجا كياء باش ننغليهم في الحليب نطيبهم في الحليب كيما نعمل الفور مع الجيجا نحطوها كابا يغرد ولا نبيتوها للكيملا ولا كيما نجرب حليب 300 مل حليب نشعر الجاز ونفوح ملح وفلفل اشترك 4 مغرفة ملح ورشاء فلفل نحن نضيف حليب نضيف الحليب لنضيف حليب ونضيف حمضة وكارس لنضيف الحليب يجبن نضيف الحليب كيابا قمضته بالجانب وققلبته على وجه الثاني نضيف الحليب ثم نضيف الماء وأنا اضيفت 300 مل لطر ماء وعطيت الماء لنضيف حليب لنضيف الحليب نضيف حليب يجب إن نقلب الماء لنضيف حليب لنضيف سم جهة لنضيف حمر في العمل الضوطة لنضيف حليب وفرد المشاكس لم ارد تسلي مرحي قليلا عن يتصامت ولكن مرحي كم سمت وبرد المشاكس القليلا عن قبول خبز ونضع سميد وفرنة مخلط نضع اضع المرحب متوفر اضع المرحب اضع المرحب الضغن ثم اضع المرحب بشمات و بشمات لديها الوقت لديها دون الوز بمعامر ثلاثة ملحة ثلاثة اضع ثلاثة اضع ثلاثة اضع نخلطهم مع بعضهم الكل ناخذ شوية هوني والباقي نخطهم هنا نعطيوني لون مزيين ونكها مزيينة اول حاجة ناخذ الجيج نخطه قبل في العظم مليح مليح نلفه ومن بعد فيسع نهزه للشابلور ومن بعد فيسع نهزه للشابلور ومن بعد فيسع نهزه للعظم نضع نهزه للمرحلة لولا كهو عظم وشابلور وحط تقلي نحب نعبه هكيا ونضعه على جنب ونكملهم الكل من نفس الطريقة كمانت لفيتهم الكل حضرتهم بشيج من يتحرقش الزيت ويتقليوا الكل مع بعضهم فرد وقت ساخنت الزيت ونضع ندستيه بيدي نحوط يدي نشوف اذا حرارة وطالعة بالقديم مش برشا ومش شوية وقت نحط الافخاذ ماذا بينا مش نارة قوية برشا بشيج من يتحرقوش من بره ماذا بينا مش نارة قوية برشا بش ميتحرقوش من بره ونقلب فيهم هما على اربع جهات ونقلب فيهم هما على اربع جهات مش على جهتين على اربع جهات نقلبهم بش يتحمروا من جهات الكلها انا نحط هذه الحصول على جهات الكلة وكانو قد نقلب فيهم من جهات الكلها صريطة وطاب هذا جيجي .. طعق .. و اعملت معي سليطة هذا جيجية سالة كنقش يخلو pearls اسمه عطخرويشة بسم الله والله بلين يضوب في الفم ما شاء الله يضوب في الفم نريد أن نفعله كيناكاية بطريقة هذا ياسر تريه من داخل تريه تريه على الأخر ويجوتو سوف نجربها مع صدور الجيش إن شاء الله إن شاء الله هذه وصفتنا كانت لليوم إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم وفي حلقة أخرى ووصفة أخرى إن شاء الله وبسلامة